خلينا ننتقل مع حضراتكم لموضوع آخر وحديقة الطفل بمدينة نصرية واحدة من أكبر الحضائق في القاهرة واللي شهدت إقبال كبير من الأهالي والأطفال في أول أيام العيد خصوصا منطقة ألعاب الأطفال والمنطقة المخصصة لممارسة الأنشطة المختلفة كعادتها في كل عيد تفتح حديقة الطفل بمدينة نصر أبوابها لاستقبال المواطنين خلال أيام عيد الأطحى المبارك وذلك بعد تجهيز كل المسطحات الخضراء إلى جانب تطوير منطقة ألعاب الأطفال لتهيئة الأجواء للاستمتاع وممارسة الأنشطة المختلفة داخل الحديقة حديقة الطفل تابعة لمشروع الحديقة المتخصصة تابعة لمحافظة القاهرة في توجهات بجنة من سيادة المحافظ بدرورة التزام الحديقة خلال الفترة قبل العيد بأعمال تجهيزات لكافة الحديقة حديقة الطفل تقعوا على مساحة عشرين فداناً وقت تميزوا بالمساحات الخضراء إلى جانب توفير مسارات للمشي أو الجري وأماكن مريحة للجلوس بالإضافة إلى مناطق الألعاب الأطفال ومنطقة مطاعم مما يجعلها نزهة مناسبة لمختلف الفئات والأعمار أنا أول مرة رجي حديقة الطفل وجيت عشان أنا وأخويا عشان نلعب وماما قبل كده جات هنا قبل كده وعرفت إن المكان آمن وكده عشان كده سمحيت لي أجي أنا وأخويا هنا لوحدنا وهي أساً بتنامش بأيدها هنا وأنا جيت عشان ألعب ومبسطت فعلاً هنا مكان لطيف جداً وهذه مكان أوبن آير بعيد عن الزحمة فيه فاصلات كتير بعد ما تغير بقى فيه حاجات كتير قوي تبدلية تقدري تعوضي في مطعم في كافيف في تلعبي في ملاهي أعتقد وفيه كده أريا كتير فمكان حلو استعبادات تجرى في مختلف الحضائق لاستقبال المواطنين طوال أيام عيد الأطحى المبارك لتكون متنفساً آمناً وممتعاً للمواطنين في كل وقت وأي مكان جرمين إبراهيم التلفزيون المصري